اهلا ومرحبا بكم مشاهدين كرام في صدق اقنام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ونبدأ باهم العناوين الهيئانات في حادثين منفصلين اقدام امرأتين على الانتحار في السليمانية المدى يومان رايتس بووتش سلطات نينوة تهدد وتعتقل العاملين في مجال الاغاثة كتابات العراق سبب استقالة وزير خارجية ايران الطلب تهديئة التدخلات خشية العقوبات فاهانوا واعتبره العرب الجزيرة في خطوة مفاجئة وزير الخارجية ايرانية السقيل من منصبه العرب الجديد بريطانيا تحضر حزب الله بالكامل وتصنفه منظمة ارهابية القدس العربي وسائل اعلام ايرانية الزيارة الاسد لطهران وراء استقالة ضريف الحياة تركيا تصر على دور قيادي في المنطقة الامنة على الحدود مع سوريا من العناوين ننتقل الى المقالات ونبدأ من صحيفة العرب اللندنية ومقالا كتبه الدكتور ماجد السام الراء قائلا في العراق لم يتم البدء بمشروع اعادة بناء الدولة بعد اسقاط نظام صدام حسين فما حصل هو ان احزاب الاسلام السياسي هيمنت على العراق بمعاونة ودعم القواتين النافذتين واشنطن وطهران وكان بامكان الوسائل الديمقراطية الشرعية الجديدة الدستور والانتخابات ان تشكل منطلقا لبناء نظام سياسي ديمقراطي يحمي امن المواطن ويضع قواعد الصلة بين الدولة الجديدة والشعب لكن ذلك لم يحصل لان من دخلوا بوابات الحكم الجديد انشغلوا بنهم تقاسم المغانم لانهم جياع الجاه والمال والسلطة فقاموا بتصفية اوزاحة عشرات الالوف ممن يوصفونهم بالاعداء البعثيين وبالزجي بالاميين والجهلة والمدججين بسلاح الحقد والكراهية في جميع مرافق الدولة فاصبحت الفوضى المدمرة هي او المدمرة هي عنوان مرحلة امتدت خمسة عشر عاما زعامات الاحزاب الاسلامية التابعة فسدت وافسدت وتوهمت ان التبعية لطهران عنصر قوة العروبيون يواجهون جميع حملات التشويه من قوى الاسلام السياسي الشيعي بصلابة تتعزز بمساندة شعبي وسط وجنوبي العراق في وجه قوى الفساد والظلم والحكومة في دائرة ضيقة من الخيارات في ان ازمات العراق كبيرة لا يحلها مجرد توفير الكهرباء والصحة والتعليم رغم انها مرتكزات الانطلاق بمشروع الدولة الجديدة الغائبة لحد اللحظة الازمة الخطيرة هي فقدان عناصر بناء هذه الدولة المتمثلة بنظام حكومي قوي يوفر العدالة وينشر القانون الصارم دون خوف والعراق غارق في فوضى صنعتها الاحزاب الاسلامية التابعة لدرجة التعتيم على اي مبادرة اولوية للتغيير والاصلاح قد تقوم بها بعض القوى الخيرة ودائما ما تجهز القوى الفاسدة الشريرة اغطية لتعويم الازمات مثل تحويل نتائج معركة الحرب على داعش الى سلة من المكاسب السياسية لكن قوى الاسلام السياسي التابعة استقوت بنفوذ نظام ولاية الفقيه الايراني لمنع ذلك وقمعت المتظاهرين بالسلاح في مدن الجنوب وخاصة البصرة وزجت ببعض الشباب في السجون واكمل الكاتب مقله كاتبا ان الاحزاب الاسلامية الموالية لايران ورغم مظاهر القوى المفتعلة فانها تعيش قلقا مصيرها المرتبط بالوضع الايراني المحاصر حاليا في العراق وهذه الاحزاب لا تمتلك مثالا واحدا يشفع لها امام الشعب العراقي اليست هي المسؤولة عن مظاهر الانهيارات الكبرى في حياة هذا الشعب العريق الذي ظل متماسكا لكنهم استهدفوا قلبه الشباب وعناصر حياته وهي تتجاوز قصة الكهرباء والصحة والتعليم رغم اهميتها الى عملية تفكيك وهدم كبيرين في حياة المجتمع العراقي مقالنا الثاني من صحيفة القدس العربي للكاتبة هيفاء زنقنا حيث كتبت يتم بين الحين والاخر اطلاق نداءات استغاثة من داخل احد السجون العراقية لجذب الانتباه الى ما يعانيه السجناء من اوضاع مزرية لا تليق حتى بالحيوانات حسب تعبير احد السجناء الذي تمكن اخيرا من ابلاغ رسالته الى مظهر موثوق به منبها الى نقل اعداد من الاحداث المعتقلين بتهمة الارهاب من مدينة الموصل الى سجن ناصرية سيء صيت لكثرة تنفيذ احكام الاعدام فيه وطالب صاحب الرسالة ذوي الضمائر الحية والمجتمع الدولي بالتدخل لانقاذ حياة الفتيان ويحيلنا هذا النداء وتهمة الارهاب التي وسمت الفتيان وعلى الاغلب اعترافاتهم الى تصديق ناقل النداء حسب المعطيات المتوفرة حتى اليوم حول واقع المحاكمات الجائرة التي تتم في العراق في ظل نظام قضائيا يتسم بالعيوب العميقة حسب تقريرا لمنظمة هيومان رايتش بوتش الحقوقية ويشير فوز العراق بهذه المرتبة العربية الى وجود هوس مرضي يدعى عقوبة الاعدام وبينما يواصل القضاء غير النزيح تنفيذ احكام الاعدام تقوم السلطات بتغطية الانتهاكات التي ترتكبها او تتعامى عن ارتكابها من التعذيب والاعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري ضد المواطنين بالاعلان عن تشكيل لجان تحقيق ولم يحدث ونشرت ايا من تلك اللجان التي يتجاوز عددها المئات النتائج التي توصلت اليها وبدلا من ان تقوم السلطة ولجانها بالبحث عن الحقيقة والعثور على الجنات ومحاسبتهم قضائيا يسارع المسؤولون تخديرا لمشاعر الغضب الشعبي وتغطية لفشلهم بتنفيذ احكام اعدام جماعية بمعتقلين بعضهم موجود في السجن منذ سنوات بعد ايام من كل تفجير ارهابي اذا كان هناك من درس علمنا اياه تأريخ العراق خاصة فهو ان تنفيذ احكام الاعدام لن تحل مشاكل العراق ولن تضع حدا للارهاب مهما كان نوعها بل انه احد عوائق استعادة اللحمة الاجتماعية والمصالحة بعد سنوات من تأجج المشاعر وبذر روح الانتقام المستغل سياسيا احد الاسئلة التي تستوقفنا عند البحث في عقوبة الاعدام وتعذيب المعتقلين وكيف سيساعد اختطاف فتيان ونقلهم الى سجون بعيدا عن ذويهم تحت طائلة قضاء غير نزيه معروف باحكامه الجائرة الى المصالحة واتملت الكاتبة مقالها حيث قالت ان اختيار 140 بلدا من اصل 192 عضوان في الامم المتحدة التخلي عن عقوبة الاعدام ليس عبثا بل ناتج عن دراية واقتناع بان عقوبة الاعدام هي العقوبة النهائية القاسية واللا انسانية والمهينة في جميع الحالات بلاستنى باعتبارها تشكل انتهاكا للحق في الحياة نفسه وان تاريخ البشرية والبحوث ذات العلاقة اثبتت بما لا يقبل الشك ان الاعدام ليس رادعا لارتكاب الجرائم بل غالبا ما يؤدي الى ولادة جيل يحمل في داخله بذور انتقام في حال اعدام الابرياء وهذا ليس مستبعدا اذا ما تم تنفيذ حكم الاعدام نتيجة خلفيات ايديولوجية او سياسية اكثر من كونه حكما للردع وهو ما نراه بوضوح في العراق فالقضاء مسير سياسيا ينهشه الفساد ننتقل الى موقع كتابات ووجدنا مقالا كتب فيه علاء كرام الله لم يؤدي الاجتياح الامريكي للعراق الى سقوط النظام السابق فحسب بل ادى الى تدمير دولة كاملة بكل كيانها السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والحضاري بعد ان فتحت الحدود وبعد ان فتحت الحدود والسبحة وعلى الرغم العراق بشرا وحجرا من مرور اكثر من خمسة عشر عاما على ذلك الحدث الكبير والرهيب وتعاقب خمس حكومات على ادارة البلاد وعودة غالبية مؤسسات الدولة العسكرية منها والمدنية وانشاء الدستور وانتخاب البرلمانات وازدار الكثير من القرارات والقوانين والانفتاح السياسي للعراق على محيطه الاقليمي والعربي منه تحديدا والاستقرار النسبي للحالة الامنية نقول على الرغم من كل ذلك الا ان العراق الجديد كدولة وعيدة اسيسه لم يسترد عافيته بعد فلا زالت هيبة الدولة ضعيفة بعيون الناس وقد كان للتطبيق الخاطئ للديمقراطية والفدرالية باعتبارها الاساس الذي يقوم عليه النظام السياسي الجديد في العراق اثره الواضح في ذلك حيث برزت الكثير من القوى التي صارت تنازع الحكومة السلطة وفرض الهيمنة والقوة على الشارع العراقي انما حدث في العراق من فراغ سياسي وامني بعد سقوط النظام السابق وغياب صورة الدولة بشكلها المركزي والتي جبل عليها الشعب العراقي منذ تأسيس دولته في عام 1921 دفع بالكثير من المواطنين الى الاستقواء بعشائرهم وطوائفهم الدينية وقومياتهم لتكون ملاذا آمنا ومصدر قوة له فغالبية العراقيين لديهم شعور بأن العراق الجديد لا تحكمه السلطة الحكومة وقوانينها وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية وهو الذي يفترض أن يكون بل هناك الكثير من القوى الأخرى التي تنازعها وتنافسها القوة والسيطرة على الشارع العراقي فالمرجعيات الدينية باختلاف مذاهبها والعشائر العراقية والفصائل المسلحة التابعة لبعض الأحزاب السياسية القوية وحتى حمايات المسؤولين كل هؤلاء يمثلون مراكز قوة مؤثرة في الشارع العراقي وأكمل الكاتب مقاله كاتبا أن وجود القوات الأمريكية وسفارتها التي تمثل مركز الثقل الأكبر والأقوى لكونها لا زالت صاحبة الحل والعقد في الشأن العراقي كل هذه القوى بمختلف توجهاتها وغاياتها وأهدافها عكس صورة مشوهة لا لضعف الحكومة فقط بل لفقدان غالبية هيبة الدولة بشكل عام وأن العراقيين يشعرون الآن بشيء من الأسى والخوف بأن هناك أكثر من دولة داخل الدولة العراقية فمتى تنتهي مشكلة لا دولة في العراق وفي مقالنا التالي الذي وجدناه بصحيفة المدى للكاتب عدنان حسين حيث كان في متنة ما كان يعوز النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي هو أن يدعو أولا من أمس مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقية عند اجتماعه بهم لحل مشكلتهم الداخلية التي وصفها بالإشكالات القائمة في الشبكة بعيدا عن الصراعات سوى أن ينصب له أو ينصب له وسط حديقة الشبكة خيمة بدوية أو مضيفة مريفيا يجلس هو فيه بين خاصته ثم يدعو مجلس الأمناء للتوافد عليه والإحاطة به فيما فناجين القهوة واستكانات الشاي تتوزع على الجميع قبل أن يطلب منهم عقد مراضات أو صلح نعم هكذا بدى لي السيد عشائري الكعبي في تصريحه الذي ربما كان مليئا بالنوايا الحسنة بالتأكيد لن يفلح السيد الكعبي ولا عشرون واحدا مثله في تحقيق بغيته مثل ما لم ينجح سابقوه في الحل بالطريقة ذاتها مشكلة شبكة الإعلام والخلاف بشأنها ليست مشكلة دابة تجاوزت الحدود إلى حقل الغير إنها مشكلة سياسية ومالية كبيرة جدا وحلها يكون سياسيا وماليا عشرات من الإعلاميين من داخل الشبكة وخارجها ومن أهل القانون وقادة الفكر بحثوا في هذه المشكلة كتابة وقولا مقدمين الحلول لكن أحدا لم يستمع عليهم مشكلة الشبكة من جنس مشكلة الهيئات المستقلة جميعا حلها واحد يتمثل باحترام والتزام استقلاليتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة الحل ليس مستحيلا ولا متعبا لو لم تتجاوز الأحزاب السياسية المتشبثة بالسلطة على أحكام الدستور والقوانين في هذا الخصوص ما كانت هناك مشكلة أصلا ولا كان هناك فساد ولا هدر هائل للمال العام في هذه الهيئات لن يكون الحل بالإسراع في انتخاب رئيس مؤقت جديد لإدارة الشبكة وأعقب الكاتب مقالة وقائلا لن يكون الحل بأن تضع لجنة الإعلام والثقافة النيابية خريطة طريق مع مجلس أمناء الشبكة خلال السنوات الأربع المقبلة وتشخيص السلبيات والعمل على النهوض بالواقع الإعلامي للشبكة بما يضمن تفعيل دورها واستقلاليتها وتمييزها على وسائل إعلام عربية وعالمية أخرى فالخريطة موجودة والقانون موجود والنظام موجود ومدونات السلوك ومعايير العمل موجودة غير الموجود هو الشرط الأساس اللازم لعمل الشبكة بنجاح الأحزاب المتنفذة وهو استقلاليتها من الأحزاب المتنفذة المتصارعة مع أجل أن تكون الشبكة وسائل الهيئات مطايا الخدمة لها ومصادر استثمار سياسي وماليف فقط احترموا أحكام الدستور والتزموا القوانين النافذة ستجدون أن عقد الشبكة قد تفككت ومشاكلها قد حلت أما في الزمان العراقية وجدنا مقالا للكاتب سامي الزبيدي كان نصه الفساد ثقافة قالها ويقولها سياسي مصادف دائما في وسائل الإعلام وهم أول من يمارسه فمن الذي حول الفساد من ممارسات محدودة إلى ثقافة إنهم أغلب كبار الساسة وكبار المسؤولين الحكوميين في جميع السلطات دون استثناء التشريحية والتنفيذية والقضائية فبعد أن كان الفساد في أولى مظاهره يمارس من بعض الموظفين في دوائر الدولة استشرى بشكل كبير ومخيف عندما مارسه أغلب وساسة وقادة البلد من قمة هرم السلطة إلى قاعدته أول من مارس الفساد هم قادة الأحزاب والسياسيون والمزراء ونزولا إلى باقي الدرجات فاستولوا على عقارات الدولة وعقارات أركان النظام السابق سجلوها بأسمائهم وأسماء أولادهم ثم سنوا قوانين لرواتبهم ومخصصاتهم التي لا مثل لها في العالم خصصوا رواتب تقاعدية لهم بعد خدمة أربع سنوات في مخالفة لقانون الخدمة والتقاعد وشملوا أنفسهم وأولادهم برواتب السياسيين زمن النظام السابق إضافة لرواتبهم العالية ثم زوروا الشهادات لاستلام مناصب عليا في الدولة وبعد ذلك بدأوا بعمليات سرقة موازنات الوزرات والهيئات ومجلس النواب والمحافظات وعقل صفاقات وهمية تسرق مبالغها وصفقات لشراء أسلحة قديمة بأسعار جديدة وصفقات لشراء مواد فاسدة للبطاقة التموينية ودفع مبالغ كبيرة لشراء مناصب عسكرية وأمنية عليا وسرقت مبالغ المشاريع الكبرى التي لم تنفذ إلا على الورق فقط واطلعت الأحزاب بسرقات كبرى للنفط وغيرها من عمليات الفساد التي أصبح ثقافة كما يقولون بعد أن كان محدودا ثم توسع ليصبح آفة كبرى يمارسه أغلب السياسيين والمسؤولين في الدولة ووزراء ومحافظون ورؤساء هيئات وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة وموظف الدولة حتى أصبح لكل حزب وكتلة مؤسسة اقتصادية تدير أعمال الفساد والسرق والنهب وهكذا استشرى الفساد في كل مؤسسات الدولة حتى العسكرية والأمنية منها فتحول إلى ظاهرة علنية وكبيرة لم يستطع أحد مجابهتها لأن رؤساء الأحزاب والكتل والساس الكبار هم حيتان هذا الفساد وأردف الكاتب قائلا ونتيجة لهذا الفساد فقد أهملت أو أهملت الخدمات التي تقدم للمواطنين ولم تنجز المشاريع الخدمية في المحافظات وسرقت المبالغ المخصصة لها وتقاسمتها الأحزاب المتنافذة واستفاد من هذا الفساد الكبير سماسيرته فظهر طبقة في المجتمع من الطفليين الذين أصبحوا في ليلة وضحاها من أصحاب المليارات وهؤلاء كانوا يديرون عمليات الفساد الكبرى للسياسيين وعقد الصفقات مع الشركات وتحديد العمولات عن كل صفقة ناهيك عن أبناء المسؤولين وصغار السياسيين الذين أصبحوا من أصحاب العقارات والعمارات والشركات في الداخل والخارج وآخر مقال لهذا اليوم من صحيفة القدسة العربي الجديد حيث كتب إسماعيل تمر وكان نص مقاله مثل مؤتمر وارسو والذي انعقد أخيرا منعطفا جديدا لمرحلة أكثر هزلية مما سبق يتوهم أصحابها أنه بإمكانهم الاندفاع نحو التطبيع مع إسرائيل وإعلان مرحلة موت القضية الفلسطينية تحت مسمى صفقة القرن التي يندفعون نحوها على وهم أنه تم الخلاص من ثورات الربيع العربي إلى غير رجع وأن ثورات الربيع العربي